أهلاً أحبائي مرتاني رح أتكلم عن رسائل سماوية أو تحركات الملائكية عند ميلاد يسوع المسيح وهذا اندل على شيء بدل على التميز بدل على سمو ورفعة هذا الطفل يسوع الذي ولد في بيت لحم لتتميم النبوات الكثيرة والرموز التي قيلت عنه في العهد القديم ولكن برضو الله يعني أعطى إعلانات عظيمة من خلال تحركات ملائكية مش للعديد من الناس لكن مع الذين قلوبهم كاملة نحوه المتواضعة الخاضعة القلوب اللي كانت بتنتظر حتى تستقبل مجيء المسيح مجيء الرب يسوع المسيح والذي ظهر أحبائي عند ولادة يسوع المسيح هو الملاك جبرايل جبرايل يعتبر ملاك البشارة اللي أعلن البشارة عن مجيء المخلص يسوع المسيح وهذا الاسم ليس غريب فنرى يعني بسفر دانيال بيتكلم عن الملاك جبرايل اللي ظهر لدانيال وعلى الأرجح ظهر له مش أقل من مرتين ممكن ثلاث مرات ظهر له وواضح إنه الملاك جبرايل هو ملاك البشارة وملاك الحرب لأنه كان يتكلم عن زميله مخايل اللي بحارب معه وأيضا هو المشجع ولاحظ في كل البشارة في كل الظهرات اللي بيظهر فيها الملاك جبرايل دايما أول جملة لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف دايما تردد هذه الكلمة خاف دانيال وضعف فلامسه ورجعت القوة في دانيال وعلى الأرجح هو اللي قال لدانيال لا تخف أيها الرجل المحبوب فواضح من هذه العبارات أنه جبرايل كان واحد من رؤساء الملائكة له مكانة وله اعتبار مهم جدا وله قدرة لأنه قال لزكريا الواقف قدام الله وهو واحد من الرؤساء الملائكة السبعة اللي بيذكرهم سفر الرؤية إصحاح تمانية الذين يقفون أمام الله طبعا موضوع الملائكة موضوع كبير جدا في الكتاب المقدس سواء تحركاتهم إعلاناتهم خدماتهم أو يعني بشائرهم وطبعا في الحصاد الأخير في المجيء الثاني لهم طبعا أعمال مهمة جدا وفيه زي يعني مكانات أو رياسات في هذا الموضوع الكتاب بيتكلم عن السرفين بيتكلم عن الكاروبين اللي هم في محضر الله بيتكلم عن سبع ملائكة رؤساء الملائكة اللي منهم جبرايل وميخائيل ورفائيل طبعا وهنا منروح لتقليد الكنسة سبع ملائكة اللي هم أسماء ولكن بحسب سفر رؤية في سبع رؤساء سبع ملائكة الواقفون قدام الله وبعدهم تيجي للرياسات والسيادات والسلاطين وكل أنواع الملائكة اللي بتحفظ اللي بتحرص اللي بتحمي المسؤولة عن مناطق عن الأطفال وهو موضوع جميل جدا وإن شاء الله أنه رب يعطينا سلسلة حلقات عن موضوع الملائكة ولكن جبرايل كان له عمل خاص في موضوع الميلاد ميلاد الرب يسوع المسيح فله مكان له اعتبار واقف أمام الله اشتركوا في القناة